نحكيه على موضوع ساعة اليوم التحركات والأحداث الليلية في عدد من الجهات في العاصمة وفي عدد من الولايات احتجاجات ليلية بدون شعارات بدون مطالب بدون قيادة تؤثرها نستقبله للحديث في الموضوع هذية أستاذ علم الاجتماع والناشطة السياسية سيد مهدي مبروكسي مهدي مرحبا بيك شكرا على قبول دعوة شكرا وبركة له فيك مرحبا بيك يواصل معي الحوار زميلي صحفي مرادة على الليلة إذن نحكيه اليوم دكتور مهدي مبروك على الاحتجاجات الليلية والتحركات الليلية شنين الأسباب الحقيقية اللي ربما قاعدة تنجش في التحركات هذه وكيفيش نجمه اليوم نصفها خطر برشا ناس اليوم يختلفوا في توصيف هذه الناس تقول تحركات تخريبية أحداث تخريبية أعمال تخريبية ناس تقول احتجاجات اليوم كيفيش نجمه نصفها اللي قاعد يصير هذه اليوم في عدد من الجهات شكرا على السؤال ولكن اعتقد أنه هذا السؤال لا يمكن الإجابة معانا يعني بكل يسر لسببيني السبب الأول هو المقولات متاعنا للتورد في العلوم الإنسانية والاجتماعية في وصف الحركات الاجتماعية حركات الاجتماعية كما نعرفها أكيد أنها حركة تتسع لتضم فئات اجتماعية على قاعدة الجهة وشوفنا حركات عندها منزع جهوي كما الكامور أو قطاعات شوفنا تحركات الجامعيين النقابيين القوضات إلى غير ذلك أو فئات اجتماعية مهمشة تلتف حول قضية ما نسميه تنبيل القضية قضية تصبح قضية نبيلة ويتعاطف معها الرأي العام بأشكال مختلفة إلى غير ذلك ولها مطالب واضحة إسانسيال ما عندها دي بورت بارول عندها ناتقين باسم يعني بشكل أو بآخر عندها أدبيات من خلال وسائل التواصل الاجتماع ونعرف حركة الكامور تم مطابعة حركة مانيش مسامح وين البترول بقطع نظر فقط من الروبيرتوار هذه الحركة ما زلنا لم نكتشف بعد البيانات الوحيدة وهي بيانات شحيحة بيانات أمنية مع إيماني بجمهورية الإطار الأمني وثقافة فإن المعلومات الآن شحيحة فقط تقريبا الأحياء عندنا تقريبا الآن خارطة وهذا كنت تعاون على الفهم أن السرطان كارتوغرافي معناها ديمومو الأحياء المهمشة الأحياء الضحوية المفقرة معناها فم بعد اجتماعي التهميش الخصاصة والفقر والحرمان وعندنا المعطى الآخر وقت الإحصائيات تقول مثلا 60% من هؤلاء تتراوح قصر تتراوح أعمارهم من كذا إلى غير ذلك فالبروفيل هدايا ببروفيل معناها أنبوفا ولكن مهمش أشباح أنا نسمع مرة استعمال كلمة أشباح ليسوا أشباح هؤلاء هؤلاء هم فئات اجتماعية مفقرة مهمشة إلى غير ذلك وأعمارهم وهذا ليس يعاوننا برشة باش نفهمه أعمارهم تقريبا تتراوح بين 15 و 15 و 15 هذا الجيل لم يعش سرديت الثورة ولا تعنيه تماما هذا المشكلة المشكلة هؤلاء تقريبا لما اندلوا على التثورة التنصية أعمارهم 5-6-10 بالكاد يتذكرون معناها هكا نوعا كما الأحلام أو الكوابيس حسب الأنطورة جمتاعة فبالتالي هؤلاء تماما خارج سرديت الثورة هم لم يساهموا فيها ولم يطلبوا منها ولم ينتظروا منها ولم 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 لم فبالتالي هذه هي المشكلة المشكلة احنا كنا قبل أن نحللوا الحركات الاحتجاجية والاجتماعية بثنائية مجتمع رسمي مهيكل مجتمع النقبات مجتمع الأحزاب مجتمع السلطة مجتمع المعارضة مجتمع الهيكل مجتمع النقبات وكنا نقوله مجتمع المهمشي الجيات المهمشة الفئة المحرومة نحن أمام طمقة ثالثة بالي موش جديد اللي هي المجتمع التحتي اللي خدموا عليه برشة للسولوجيا أمريكان دونجور ومجموعة ووقت تعمل نظرية كاملة في الحركات التحتاجية هي نظرية الحرمان في ريستراسيول الأتيف نظرية الحرمان النسبي اللي تتورط في مجتمعات تحتية واللي كانت في نفس الوقت في السبعينات كانت في نفس الوقت عندها تعبيرات الثقافية تعبيرات الراف والوسلام ومتجنوة هكا الموسيقى فأعتقد احنا أمام طيف 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 من المتحركين عندنا أعمارهم بالكثير من النسبية وعندما لمحهم السوسيو ديمغرافية اتبقنا هذه المشكلة ليست لهم مطالب واضح ولكن رأيهم المطالب الواضحة مش بالضرور باش عبر لك عليه امبلسيتمون امبلسيتمون نجم تفهم انت ما الذي يدفع هؤلاء مش نقولي تفهم ناسو ايه اللي باش نتفعل معاك انتي قلت من خلال الفئة العمورية يتوصحنا انه الناس هذو الملامح يعني انا انا مش نعملك كيمة حتى شاي من الثورة كيمة تحط قدامه مراد وفور هكا شوية يعطيك ما عندهم حتى علاقة بثورة ومنتظروا من احد شاي ومطالبوا من احد شاي لكن هل يعني لكن من المفروض انه الثورة هاي اتلهم الناس هذو ما واقع معين هكا ولا بعد عشرة سنين هم نعم القوشي هو الواقع هناك خيط رفيع بين الثورة والهؤلاء الخيط الرفيع مهوش في انهم هؤلاء بين قوسين من رحم الثورة بمعنى من الذين سندوها والذين لازلوا او الذين سندوها ثم خابت الثورة فيهم او الذين منذ البداية يعني ناكفوها او كذا كذا فهم شباب هؤلاء من خارج سرديت الثورة ولكن وهم من خارج سرديت الثورة لهم خيط رفيع بينهم وبين الثورة لان هؤلاء حواسم بين قوسين ما هوش بالمعنى المادي الحواسم تحتهم ادراكاتهم عيونهم اتحلت وذانهم سمعت خطاب ينفر من الثورة انت كتشوفي الطبقة السياسية من 2001 باستثناء بعض هذا الخطاب الذي يبث خطاب غير جاذب مقرف ومقزز المشاهد شفت مشاهد جميل يعني حتى العمران العمران النفايات المتراكمة قضايا فضائح الفساد بقطع نظراتها ودقتها يعني السرديات والمشهديات التي متويترة انشأت حواسم السوسيوس سوسيوبوليتيك متخلي حتى واحد منهم يتعاطف مع الطبقة السياسية الحالية ومع أجهزة الدولة ومع الأمن حتى بين قوسين النقاط الموذيئة الانتصار على الإرهاب أعتقد ما كانتش عندهم الأدوات والحواس باشي ثمنوا للأمن والدولة التونسية مثل هذه النقاط الموذيئة فبالتالي هؤلاء كما قلت ليسوا أشباح ولكنهم كائنات تعيش معنا ما همش لفمبير وما همش لزومبي وهم تونسا كيفنا ولكن للأسف أخفقنا كنخب كأعلاب كطبقة سياسية كسياسات عمومية كمدرسة أشمعناها أنا أنا اللي حيرني وهذا اللي قلته أشمعناها عائلة تونسية لا تسأل ابنها العاشرة الليلة ما الذي ما الذي يمكن أن يفعله اللي عمره ستاش عام معناها ننسل فشلنا في رسم سياسات بمعنى تثبت وترسخ الانتقال الديمقراطي حتى السياسات الاجتماعية الآن يبدو أن لديفيس البناء القاعدين نبنوا إذ كانوا قاعدين نهدموا العائلة تماما يعني وظائفها البلوبازيك كما يقول يعني في وطريات ليلية مظفرة حتى النمل ما نحبش نكمل يعني حتى النمل ممكن يهزوا هكذا شوية غير على ولده عائلاتنا لم تعد تهتم بما الذي يفعله أبناؤها يعني ليلة معناها اللي فشلون البلوبازيك فهمت في الوظائف الأدنى معناها اللي هي ما كنعرفك البيراميد متعمز لو داشنو مش نبدو بك لسيكوريتي وتوكلوا وتشربوا وبعد تصر على الأمن متاعه عائلاتنا أو قصة كبيرة من عائلاتنا بعد الثورة لم يعد يؤدي الوظائف البلو برميتيف باشنو ممكن حتى القطوص رايي كيبد عليها ولدها تخاف اللي فنكشون البلو برميتيف انتو بمي البلو بازيك معاش العائلة التوصية معنية بها وهذا اليؤلم لان عندك تعليق مراد يعني يعني هو دائما في الأزبات وتحت وقع الصدمة جينا لحالة الوعي بأنه ربما نحط اللصبع على الداء وتحث على الواقعنا ونحمله شوية المسؤوليات وتحث على الدور العائلة غير ذلك لكن زدها مش فقط العائلة اليوم مؤسسات الدول وينها يعني اليوم الشباب هذا صحيح أنك تتسائل أنه العشرة متعليل الأم والأب المنحكين اللي مش لاقي كيفاش يخدم غدوة يعني يعني جي هنتي نهار 14 جنبي يتقول عندك أربع أيام حجر صحي إجباري هو يخدم عام يومي أربع أيام ما عندوش دخل تقول توله ولدك العشرة متعليل في المقابل وقت يخرج الأحياء البيه اللعب وغيره ما عندو حتى نافذة على العالم وعلى الثقافة وعلى الإبداع وعلى السقل المواهب وإلى غير ذلك يعني كل المنظومة تقريبا مش فقط العائلة المنظومة التربوية والمواصلة الثقافية والشارع والبيئة والمشت كلها تقريبا مقصرة أحنا للأسف وقت تصير الأزمة بكنا نتحث ونبدأ نأشر للسلبية هذه لكن بمجرد مرور العاصفة ننسى كل شي نقعد ننتظر موجة جديدة ربما من الاحتجاجات أو من العنف وفي كل مرة للأسف الفاتولة تكون باهضة أكثر يعني يعني مؤلم جدا أنه في أربع خمسة أيام يعني عندك مئات الشباب يعني والقصر اللي يتحالوا على القضاء علش لأنه خرج يحتاج في الليل ويفك في باكو شوكولاتة وباكو بسكوي إلى غير ذلك العائلة مقصرة المدرسة مقصرة وزارة الثقافة مقصرة وزارة سنوة الاجتماعية مقصرة الحكومة مقصرة منظومات الحكم المتعاقبة من 2011 اليوم وكلها للأسف هي أسباب البلية اللي يحنا فيها وذلك لأتحدث الساعة قلت أن وراه اليوم الشباب هذي اللي قاد يحتاج هو النتاج وخريج المدرسة متاع الثورة الثورة مهدورة الثورة مهدورة يعني اليوم ما جبناهم الشباب هذي والقصر هذون لا جبناهم لا من الجزائر ولا من نيبيا هذو ما توانسة توجدوا في تونس في سنوات 2010-2011 ربما ما كانتش عندهم علاقة مباشرة بالثورة لكنهم عاشوا على حديث كبير على الديمقراطية على الفساد على مقامة الفساد على مقامة الربين غير ذلك لكنهم اكتشفوا في نيات المطاف أنهم مواش قادرين يحقوا حد شيء من الكلام الكبير اللي يسمعوا فيه وهذاك علاش البعض اللي ما يروحوا في البحر باش يمشي الأوروبا يلوج على الجنة البعض مشاء السوريا يجاهد قالوا شنو يلوج على الحوريات في الجنة والبعض الأخير بقى في البلاد هذه يعني محبط ينتظر ربما في مقابل متعدد او في احتجاج في شارع باش يخرج ربما هيك الشوحنا اللي عنده معروف أنا سأصبحك مرادة ومضى إشهارية وبعد نرجع نكمل الحوار إشهار السمنة مرض معقد يضمن وجود زيادة مفرطة في كمية الدهون بالجسوية تسبب في برش أمراض أخرين أما نجمو نتفادوه ونقضيو عليه ما اللي أحنا صغار إذا كان تبعنا أن يجيان دو فيسان بنظام غذاء السحر ومارست الرياضة مرتين في الجمعة على الأقل ما تخليش روح قليني فوت كل فوت واغلبوه قبل ما يغلبك مرض السمنة مع بعضنا نجمو نقضيو عليه ونتفادوه البلاد اليوم البلاد اليوم نواصل وحديثنا على التحركات الليلة اليوم دكتور مهدي مبروك كيفش تشوف الطاعات متاع السلطات الرسمية مع الشباب هدوما البير حقايا سعيد رئيس الجمهورية كان في زيارة فشئية لمنطقة لمنه لو تحدث مع بعض الشباب اليوم سياسة القرب من المواطن الاستماع عليهم لاحديث معاهم ينجم يجيب نتيجة ينجم يخفض من منسوب التوتر والتحركات هذية التخريبية انا في اعتقادي لم احمل المسؤولية فقط للعائلة انا قلت استعملت كلمة السياسات العمومية يعني فما اللي تم استعمال السياسات العمومية اللي تم تبنيها وكذا كذا منذ 2010 منذ 2010 كتوقيت منهج لانه تقرير الأمم المتحدة 2008 اللي نعرفوه اللي جنو هذين اللي جنو تتأكد معناها من القبل فما أزمة هيكلية ودخول فما كولتير السيسدوجان وفما بقود فيولانس هذا في تقرير الأمم المتحدة نجم تطعليم من 2008 حتى قبل ثورة فيه اكثر من جرس انظار لهذا جاءت الثورة وكنا نأمل تماما كنا نأمل تماما أنه معا هي يتم طبعا الاهتمام بجرس الانظار الذي أشرت عليه عدة تقارير دولية وعدت حتى وقاع وطنية وربما وقتا ما كانش عندنا النفاذ إلى المعلومة ما كناش ننعل حجم الانتحارات حجم الاعتداء على الذات التشليد حجم الاعتداء لزنساس الاعتداء على الفضاءات الأسرية والعائلية وهذا يأكد مرة أخرى على أن السياسات العمومية كانت نسبيا غير منتجة نون بروديكتيب وبالعكس ربما ضعفت كما قلت الأثر ولكن أنا كما قلت أيضا أن التركيز فقط على أن الدولة فشلت لا يبرر تماما نوع من الاستقالة معنا فما يونس ارتان هكذا استقال اجتماعي سوسيتال الأحزاب التي كانت تلعب دور مهم جدا في التعبئة السياسية لم تعد لأن تلعب هذا الدور بجميع يمينها ويسارها إلى غير ذلك تقدم يصر بما يفقت التثيقة في الأحزاب أي باش نفهم بعد باش نفهم أكل عزوف لأنه من يصفق للعزوف عزوف الشباب عن الشأن السياسي فعليه أن ينتظر كما قلت إحنا المسؤولية أنا ما عنيش لهنا باش نقول وين المسؤولية أنا ما هوش دوري باش نحمل المسؤوليات وبما أنتم كعالميين من حقهم هذا دوركم ولكن أنا نفهم أنا أقف على هذا التفكك المريع في جل المؤسسات الاجتماعية المؤسسات الاجتماعية الأولية دونك والمؤسسات الاجتماعية لتخلقها الدولة في السياسات الاجتماعية دور الثقافة دور الشباب النوادي النقابات الجمعيات حتى الجمعيات يا سيد هاو المجتمع المدني وينه حمايات التفهولة وتأطير التفهولة والمواهب فيه نوع من معناها فهم نوع من أنا فقط خليني تعطيني أدقيق هناك خيط رفية بين الخطاب الشعبوي وبين ما يحدث الآن الخطاب الشعبوي الذي يرذل كافة الأشكال الوسطى والذي يحرض الناس من مواقع معينة اذهبوا إلى القصبة وافتكوا حقوقكم وأنتم تريدون هؤلاء هم إحدى تلاميذ الشعبوية واضح فأعتقد أن الخطاب الشعبوي لأنه عشناه أنا على قلم الجيل وربما مراد بعدي شوية هذه النزعة التي ظهرت بعد ثورة الشباب عام 8 ستيفو فرنسا بعد انهيار التي عندما نبع فلسفية والحركة الفوضوية خليني نسيبه ولكن أعتقد في تونس أن جزء هام جدا بشكل واعي أو غير واعي يتماعشوا وينتعشوا من خطاب ترذيل كافة الأحزاب وترذيل المجتمع المدني وترذيل الاتحاد وترذيل وترذيل ترذيل المنافمة هذه الفراغ الفراغ فما نوع من التصادم بين الشباب هوا الحاكم قدامك شكرا شكرا لك سيد مهدي مبروك وسيد علم الاجتماع والنشط السياسي شكرا على حضورك معنا شكرا مراد مزان مواصلين معكم في برنامج البلاد اليوم بعد نشرة الأخبار البلاد اليوم البلاد اليوم رتدي الكبير